استيقظ سكان قطر على غير ما بات عليه إعلان قطع علاقات دول عربية مع هذه الإمارة الخليجية نعكس فوضى في يوميات الناس هنا خلال ساعات أفرغت رفوف المتاجر من البضائع ولسيما السلع الأساسية من غذاء ودواء بحسب ما نقلته وكالة أنباء عالمية من قطر السكان يخشون من تدعية الوضع السياسي المستجد على توفر البضائع في الأسواق وخصوصا أن البلاد تستورد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية من دول الخليج ألاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية متوقفة على الحدود مع السعودية بعد قرار إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ما ينفاق مخشية الناس من استمرار الأزمة التموينية ولسيما في شهر رمضان فوضى الأسواق تكررت في المطار أيضا تعليق شركات الطيران الإماراتية والسعودية والمصرية والبحرينية جميع رحلاتها من وإلى قطر ترجم إرباكا لدى المسافرين والعملين في مطار الدوحة الجميع يشتهد لإيجاد حلول للأزمة المفاجئة التي يتحدث محللون عن أن هدفها حصار هذه الإمارة المتصلة باليابسة فقط عبر معبر حدودي وحيد مع السعودية فيما حدودها البقية كلها بحرية تأكيد السلطات القطرية أن ما يحدثها لا يؤثر على الحياة المواطنين والمقيمين في هذه الإمارة قد يطمئن ربما لكنه لا يلغي ترقب النتائج التي ستسفر عنها الوسطات التي دخلت على خط حل هذه الأزمة الطارئة